مع استمرار هجمات تنظيم داعش الإرهابي على مدن العراق وتكثيف عملياته الإجرامية تزف أرض الرفدين يوما تلوى الآخر رجالها قرابين لصون كرامة الأرض ودفاعا عن شعبها واليوم يستهدف الإرهاب هامة من هامات الجيش العراقي أمير اللواء التاسع والخمسين العميد الركن علي حميد غيدان والذي تعرض لهجوم جبان من قبل عناصر إرهابية خلال أدائه الواجب المقدس في حماية أمن بغداد وتتبع خلايا داعش الإرهابية أوامر سريعة صدرت عن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاذمي للجهات الاستخبارية والقطعات الأمنية الماسكة لقضاء الطارمية شمالية العاصمة بغداد بالتحرك الفوري والعاجل لملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على التعرض لعجلات الشهيد الذي سطر أروع التضحيات في مقارعة الإرهاب وملاحقة عناصره وإلقاء القبض عليهم لينالوا جزاءهم الرادع فيما تعهدت قيادة العمليات المشتركة لذوي الفقيد أن الرد سيكون سريعاً والضرب بيد من حديد بحق العناصر الإرهابية مؤكدة استمرارها حتى القضاء التام على كل خلايا الإرهاب واقتلاعها من أرض العراق الحرب ضد الإرهاب ليست بالأمر الهيئ خاصة عندما تكون داخل حدود العاصمة بغداد كونها مركز صنع القرار السياسي والأمني وتعدد أقضيتها ونواحيها المختلفة جغرافياً وسكانياً عن غيرها من المدن الأمر الذي يستوجب بذل جهود أكبر في حفظ أمنها من عبث العبثين والإرهابيين وجميع الجهات التي تحاول زعزعة استقرارها